قال الله تعالى في سورة الكهف وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رُددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا ووحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هذه الآيات العظيمة من سورة الكهف ذكر الله تعالى فيها قصة لرجلين أحد هذين الرجلين كان كافرا أنعم الله تعالى عليه ببستانين والآخر كان مؤمنا أنعم الله تعالى عليه بالإيمان والتقوى وهذه القصة ضربها الله سبحانه وتعالى كمثل وفيها فوائد الفائدة الأولى أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أو أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينوع الأساليب الشرعية في إيصال الحق للناس لو لاحظت في القرآن بتلقى التوحيد يذكر أحياناً على صيغة السؤال أو بأسلوب السؤال والجواب واتل عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إلى آخر الآيات من سورة الشعراء وأحياناً يكون بذكر نعم الله تعالى على العبد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كما في سورة الانفطار وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات وأحياناً بذكر الترغيب والترهيب كما في قوله تعالى وهذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلى آخره وذي جماعة نحن نستفيد منا يعني تدخل مساجد تتكلم في التوحيد ما تحيد عن الموضوع دا عن موضوع العقيدة لكن نوع الأساليب للناس لكن بأساليب القرآن ليس بالأساليب المبتدعة كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الأجوبة المفيدة أذول ليأخذ أساليب القرآن والسنة من هذه الأساليب ضربوا الأمثال واضرب لهم مثلاً رجلين الفائدة الثانية أن العبد في هذه الحياة الدنيا يبتلى بالغنى وبالفقر يبتلى بالخير وبالشر قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعني الله سبحانه وتعالى يبتليك مرات تبتلى بالغنى قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صفة الصفوة قال إن كان الغنى فالعطف يعني على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة وإن كان الفقر وإن كان الفقر فالصبر وذلك الموفق الذي لا يقنط من رحمة الله ولا يتسخط عند البلاء بل يصبر ويشكر عند النعم ويستغفر ويستغفر عند الذنوب ربي أكرمًا مما الله يفتح عليهم يقول والله يفتتراه كما أنا كريم عند الله ما كانت داني القروج والله يقول لك والله يقول لك العندو دير الناس يعني بعض الناس يقول لك الكلام والعندو كوريلا دارد الوالدين ردال الوالدين والصنع الله ما راضي عنه كافر عديل والله ما بعرفه منه لكن غيرت صنواء كفار عليم رب كان تاب تاني بطريق لكن في النهاية كون إت عند القروج ما معنى الله راضي عنك وكون إت مفلس ما معنى الله غضبان عليك فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا ليس كما يظن العبد وإنما الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر هذه مسألة المسألة التي بعدها أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فإن الواجب عليه أن ينسب الفضل إلى الله ولا يغتر الرجل دا الكافر دا الله دا بستانين جنتين أي بستانين كما في تفسير البغوي معالم التنزيل البستانين دا البغوي رحمه الله قال جوة الزرع داخل البستانين من أعناب عنب والجدران بتاعت الجدران بتاعت البستان ما حيط ولا سلك شايك ولا شوك الجدران نخيل شوف البستان دا عجيب كيف يعني هو جوة أعناب والجدران بتاعته نخيل وبين البستان والتاني في زرع وفي نهر قال ليس بين البستانين أرض جدباء وإنما نهر وزرع شوف النعم دي وبعدين البغوي رحمه الله قال قاد هذا الرجل الكافر أخاه المؤمن ودخل به البستان وهو ينظر إلى الثمار ويقول له انظر انظر يتكبر ويزدري عليه ولم يشكر نعم الله عليه بل لما دخل جنته بستانه ونظر إليه وإلى نعم الله عليه قال ما أظن الساعة قائم حصل قال بستاني دا ما بانتهي ما يقول لك كل من عليها فان إلى خير كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال لك قال البستان دا ما بانتهي وما في قيام وما أظن الساعة قائمة وذات لو في قيام هماف لكن لو في ذات ولئن رددت إلى ربه لأجدن خيرا منها منقلب لأن أكرمني هنا في الدنيا قال مداني بستان وبستان تاني معنانا كريم عند الله وما في قيام لكن لو في قيام أنا ذات الله بالدين أحسن من دين لأن أنا كريم عند الله لأني ذو كرم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك المسلم ذكره بالله تعالى لولا إذ دخلت جنتك هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى لا قوة إلا بالله ما بي من نعمة ومن قوة ومن خير بالله سبحانه وتعالى شكاية جماعة في التاريخ في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر رجلين في غير هذه القصة الأول نسب النعمة إلى نفسه فأهلكه الله وليه قارون قارون ده خرج على قومه في زينته الاخير واتبختر واتكبر وكذا 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 وفي النهاية قال له قال إنما أوتيت وعلى علم هسي تلقى بعض الركشات اكتب وراء فهم واحدين ترىو تعبانين ركشات كثيرة لقيت مكتوب فيها الوجع راقد تعبانين ترىو لكن في واحدين مرتاحين مفروض يشكروا الله سبحانه وتعالى تلقى كاتب فهم فهم يعني شو يعني يعني تفاهم عشان كذب مرطب يعني شغال فهم فهم بتاع شو قال إنما أوتيت هو على علم نسب النعمة إلى نفسه وتبختر فأهلكه الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الرجل التاني نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وهو سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر والله ما عدي دليل وعلامة على الإيمان إن كدت في نص النعمة والفرح تتذكر الله سبحانه وتعالى وذي كانوا على الأنبياء رسول عليه الصلاة والسلام لمن دخل مكة ما دخل رافع راسه فوق يدبختر على الناس دخل متأطئ الرأسه صلى الله عليه وسلم الزول كونه في في ذروة أو في ذروة أو ذروة النعمة في أعلى الفرح ويذكر ربه سبحانه وتعالى ده زول موفق فلما رآه مستقرا عنده جاء الله لا لا عرش عديل قال هذا من فضل ربي ليبلوني دمت حالي أشكر أم أكفر مجتمش في الأرض وتتكبر وتتبختر وكذا 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 لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وكون الزول يتذكر الله في لب وفي أوج الكرب والمصيبة دهيل على الإيمان زي يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجمنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالزول لا جماعة المؤمن ذكر الكافر لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد فعسى ربي قال البغوي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا ابن كثير عسى في القرآن موجبة يعني عسى ما محتملة لمن تلقى عسى ما معنى كلام محتمل معنى الكلام ذا بيحصل ذا في القرآن عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا كلها تتكسر تنشف وتبقى في الآن صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا مش في نهرين أو نهر ماشي نهر أو نهران قال لك المؤيد تصبح غورا تغار في الأرض فتنتهي ولما الزرعين شف ويتكسر تبقى أصفر ويتكسر والماء يختفي خلاص البستان انتهى فلن تستطيع له طلبا أي لهذا الماء رب العزة والجلال أهلك هذا الزرع وأهلك البستانين وحدث ما حدث قال الله تعالى فأصبح يقلب كفيه شوف القرآن ذا بليغ كيف جاء لك حتى الحركة البعملة يقلب كفيه على ما أنفق فيها الخسر فيها لكي تنجح ويقول يا ليتني الجابل الخسارة شنو يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وده سبب الخسارة وده أعظم فائدة في القصة ده سبب الخسارة من زمان للليلة أشكد البلد لو خسرت شت شفت بس الناس تقلب يدها واتوب يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يا ليت الناس ما بنوا القباب يا ليتهم ما علقوا التمائم يا ليتهم ما ذابوا إلى الدجالين والعرافين والكهنة والسحرة والفجرة يا ليتهم عظم الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى شكيا جماعة سبب الفوز في الدنيا والآخرة التوحيد وسبب البركة التوحيد سبب الخير التوحيد أقروا القرآن قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو الله ما قال بركة قال بركات بركات الموية بركة الزرع بركة أصح بركة بركات ما بركة في حاجة واحد ولا بركة واحد بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وده حالنا الليلة إلا من رحم الله والله ما أكثر الناس البلاقيون أغلبية الناس تدي النص ما بيشتغل بك تدي الآية يقول لك ده تفسير منه تدي تفسير الصحابة يقول لك أخ خلينا والله يحصل جوع في البلد يكور تقول لهم الجوع ده جماعة سبب الزنوب استغفروا الله الله يفتح علينا يقول لك هذول سبب الزنوب هاي والكفار ده الكيف ما ذيل الله قال قل تمتع بكفرك دي ما حقته نينا ما في صيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة شنو الكائد تدار تبقى زيو ده ما أصل دي جنة لا كدت كمؤمن ده عصيت الله سبحانه وتعالى بتبتلى بتبتلى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا يقول لك اسي علاقة التوبة والاستغفار والأشياء علاقة بالرغيف شنو علاقة بها شنو ما في القرآن الله قال كده أنا ما نصدق القرآن الله خلق العيش والرغيف وخلق كدت ذاتك البتاكل ده ما قال لك فقلت استغفروا ربكم ما نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان شنو غفارا الآن شغلة الآخرة نجط غفارا وهو في الدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال كذي الاقتصاد مشكلته تتحلت ولا ما تحلت تتحلت وبنينا شماتا شما تمشلك ليفقيد قلت ديني جنة ما بدي جنة ويجعل لكم جنات جغرافية جيها التب زرع قام والأمور جيها التب ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى آخر الآيات الله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أيزه للضايق في الرزق كذيت لما في الضايق وتبقى الفقير بتفكر في منه والبتفكر فيه ده عند الرزق ليك ولا عند الله الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَنْ نَازَلْ بِالْضَّيْءُ وَلَّذِينَ وَلَمْ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة الخميصة كساء له أعلام كما في فتح المجيد يعني زي القطعة زي المنديل وحدات بختون تلقاهم فوق الطربيزة تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة زي الملاية إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش كان طعانات شوكة ذاته ما يقدر ينقوشة يمرك تعيس ولذلك العبد المؤمن يستفيد من هذا القرآن فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويخاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو الذي يتولاك وأنت إذا صرت مؤمناً تقياً صرت ولياً لله تعالى هو خير ثواباً وخير عقباً شكاية معزول يلجأ إلى الله يوحد الله يبتعد من الشرك والأحزاب الموجودة الليلة كلهم طرحوا فهمهم كلهم وطرحوا حلولهم ولسه بلدنا في ضيقة أي واحد يتكلم وأنحنا من يتكلم ما بزول بيسمع وما بضرنا في النهاية وما على الرسول إلا البلاغ وشنو نحن قلنا لون الرزق فوق هل رأي وشنو الرزق وين نحن قلنا لون الله متحنى هل رأي وشنو قلنا لون بلدنا بتعجب الشرك ما فيهم واحد يتكلم في الشرك يهاجموا الحكام ويشكروا أهل الشرك واحد بيقول له الذنون يهاجم الليل والنهر وهو أولو وداد باب ذكر عمر البشير ودغاية شنو كذلك رئيس الوزر ولا لا 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 في النهاية ماشى والدنار دقال له في مقطع قال فيه رسالة للصوفية اتو ناس طيبين عمر البشير ما يغشكون هن طيبين وده الكعبين أيوها والقضية شنو القضية شنو الزولة اللي بيقول ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي ده طيب وده الكعبين ده ما طيب قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الأزولة من الأمة شوف ما شاء وين ومن الأمة ذات إسماعيل محمد سعيد البغداد القادر كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية بمدح في شيخ عبدالقادر الجيلان أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي تفف عيون نبي هذا كويس طيب هذا طيب جدا قال وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي قال عصاتيانا الأصلية عصات موسى ذات جروا عليه السلام من عصاتيانا وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي وقبلها قال وكنت مع قال وكنت مع أيوب في زمن البلا وما برئت بلواه إلا بدعوتي مشى مشى في النهاية قال لهم أنا الذاكر المذكور لاتنين أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا من نعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي وقال كذي قال وقال يا هذا تركت صلاتك أنت الفكير ما بتصلي معنا ليه ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة في البلد وخطوة في مكة لك أن جكزات بصلوين إذا خطوة في بلد وخطوة في مكة قال وقال يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع بيه جامع كندزات ما قال ولا جامع لا نافية جامع نكرة ما قال ولا الجامع بل آلف واللام ما عرفة نكرة النكرة نكرة هذات قال ولا جامع داخل بأي جامع ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي مريدي تمسك بي ما بأي الله ولا بالدين مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة تلقاني قدام يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والعمر يومئذ لله أحزاب دي كلها ما بتتكلم في الموضوع ده ما بهمهم كتير لأن هناك واحد فيه نون ده ذاته قال أنا ما بهمني الحاكم الجديد جي كيف قبيلت ما بتهمني لا بتهمني قبيلة ولا عصبية ولا دم ولا غيره دي كلها كويسة دي كويسة لأن الله قال إنا أكرمكم عند الله شنو أتقاكم لكن الخطر وين قال ولا دينه ما بهمني مسلم كافر يهود نصران ما بهمني المهم شنو المهم بس احكيم ريح بس أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولذلك رب العزة والجلال قال في القرآن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقديلا ناس لا بهمون الدين ولا العقيدة ولا التوحيد ولا أي شيء هذا سبب البلع والله الذي لا إلى غيره لو حكم الناس في العدل مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله والناس مقيمون على المعاصي والشرك والبدع ما أفلحوا وما نجحوا في الدنيا ولا في الآخرة ما بيفلحوا أشكير رب العز والجلال قال ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والمشكلة إما الناس رجعت ليه الله ما بتتحل لأنه وريني الليلة زول في بلدنا دي ولا بر بلدنا أعدل من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا قاكت حاكم كذي أعدل من عمر ابن الخطاب في الدنيا دي لا قاك بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا قاكت ما ف بعد عام الرمادة العام الجاع فيه والناس كان في زمن عمر رضي الله عنه لأنه الله قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الله بإمتحنك الله بإمتحنك سبحانه وتعالى ولياك الصحابة فيهم القصة لما مرقل الاستسقاء قال العباس رضي الله عنه اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة اللهم تبنى إليك فارفع عنا البلاء فأنزل الله المطر انتعتها المشكلة لكن بلد جيب أفضل زول خليه يبقى حاكم فيها أمو الضاقين مالوا قالوا الله العيش زاد العيشة بجنيه يا أمو وحفلة اللي ودلمين بخمسين جنيه وبقيفو صحوف في العيش والحفلة نادي الضباط بتملي لنتحل المشكلة العيشة بجنيه وكيس الصعود بي خمسة جنيه والصعود ما وقف ولا ببيت ذاته ملان كر 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 لما انسوه صف ذاته ما شفت صف الصعود برضو هذا برضو جعب ودهل صف بس صف جيب صعود داري خد صفة ده زاجه رائق والله الذي لا يلا غير ما بلاوي في البلد دي لا كان يا اخي قباب شغالة لا علاء ضرائب لا زكاة لانه الله ما بيقبلها ولا فيها كذا ولا حق عتب ولا دمغة ولا يش زول رابس لسروال وعراجي وخدت لك ورا والنساوين يجوا يرموا في القروش تقربوا لمنويته هو الميت دار القروش جوا واسق عن الدو قروش جوا الميت دار يخدتاوين الكفم فيه جيب فيه ومش الاخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله شنو بقلب سليم يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني شنو ما لي ما لي هلك عني سلطاني ولذلك بلاو شغال في البلد يا أخي إذا كان دعاة الشرك شغالين في التلفزيون زول بيجيبوا في التلفزيون يا ناس في النيل الأزرق وفي غيره يقول لنا جدي الكباشي الله دعاو كوم فا يكون يقول لشي كوم فا يكون وفي مرأة ولا راجل عارض الشيخ لما انجي المرأة جات تلد مرأة مننا كديسة ما زول يعني ادخل كديسة دي كان جوة بطن الألوم جات مرأة فو كديسة جاري ساكلا فار من بطن الألوم جات ده في التلفزيون إذا دكتور في جامعة مدرماء الإسلامية بدرس كلية الطب كلية الطب بدرسهم تفسير صلاح الدين بدو الخنجر بيقول نحن في السودان الشيوخ بدو المطر والمطر بحسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة والله قال أرضين بينات سرابة أو تقنت فيهطل المطر لفظة كدي قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا ليه لأنه ذي لدفع البياض مطر ذاته بتجي محددة مطر ذاته بتجي محددة للناس اللي بدفعوا البياض مفلسين ما عندهم مطر والله والله سبحانه وتعالى قال فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن شوال القرآن ده واضح كيف أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تشكروا منه الله سبحانه وتعالى ينزل المطر واحد من أولاده ولد سيدنا السودان ده نبي قال اسمو سيدنا السودان والولد الثاني قال اسمو سيدنا البجا تلقو في كتاب التاريخ لليعقوبابي فتش كتاب التاريخ وده أساني دوين جزاك الله خير أساني دوين وبلاوي تقيلة جدا ومصائب ودي في بلدنا واحد في الحاج يوسف واقفة في حلقة بتاعت واحد برمي الناس قال بيقرأ وكذب مكرافون برمي الناس قالت جبريل نزل في الحاج يوسف ونزل في الحلقة وهبشني بيطرف جناح وجناحه مسخين قال جبريل عليه السلام قاعد في البلد البلد دي تمشي وين قدام والله إذا كان الكورة الناس بخشوا يلعبوا كورة بشجعون أكثر من المصلين وإذا تدخش المسجد تتكلم في الدين تلقى ورقة مكتوبة ممنوع الحديث ما جامعكم دو ما شاء الله مسلك الله يستر بعد المحاضر لكن هاي تغموره ما شاء المساجد تلقى والله ما يكاد تدخل مسجد ما تكاد تدخل مسجد إلا يمنع الكلام نادي بتفكر كيف يا ما على إذا يقول لك مسائل خلافية وين واحد في مسجد الروضة قبل ستة ولا سبعة سنوات بمشي لون أول ما شاءت وقفت يدفروني واحد دفرني للمحراب كررر كذي قال لي ما في كلامنا قلت له وين في الكنيسة نمش ولا في النادي دا بيت الله ذات كلام الله في بيت الله تمنعه ساوي إذا عجلت في بيت الله واحد وراء قال لي الله يكوت لك قال واحد وراء قال لي الله يكوت لك والذي رفع السماء بغير عمد ترونها الزولة ما عد أيام ودو المستشفى جاتوا جلطة ودو بعد أيام مقابل لما تفع عربية ما مات وقتي الزولة دا لحم وعروق نزلت في الوطا يتألم 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 لما مات جيت الجامع بعدها ادوني الماكرافون قلت له الحاصل شنوذي كرامة كرامات كيف موضوع دا كيف وانا ما دعيت كان في كرامة الله استجاب له زول بس دعا ودي ما ضد الدين ما كرامات القوم دي بعد اتكلمت قاعدوا ناس اللجنة قالوا الحديث في المسائل الخلافية ما بجوز هنا ما بجوز انت يتخيل ما بجوز دا ما حكم شرعي ما بجوز ما ذا أي دليل وما بجوز قلت لون خلاص انا ان شاء الله ما بتكلم في مسائل خلافية زول دخل الجامع بعض الصلاة لقا في توبه هذه صلاة صحيحة ويغسل النجاس بس واللي غسل النجاس ويعيد الصلاة والراجح أنها صحيحة ومن يعيد الصلاة هذه مسائل خلافية الصلاة زوت يقبض واللي يزدل مسائل خلافية لكن الصحيح أنه يقبض لأنه موافق لسول كذا 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 خلافية أنا مسائل خلافية ما بجيبها إن شاء الله تكلم لكم في مسألة ما في خلافة أصلا بين مسلمين أيها التوحيد ده كيف ودي الخلافية ذاته قال الله واحد دي خلافية جماعة في بلدنا دي بتمشي لك الدام الله واحد دي خلافية وما لكينا ناس في الإعلام إلا من رحم الله بتكلموا في الموضوع ده ما بيزوغوا منه بل إذا تكلمت فيه بصنفوك ونبزوك زي زمان زي بدري إنا لنراك في ضلال مبين قالو عليه نوح عليه السلام قالو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كاد ليضلنا رسول بضل لا أبضل في نفسه ولا أبضلل غيره صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هو ما ضل صاحبك وما غوى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا بعد قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب وأن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولذلك أجماعة الآن موضوع التوحيد بيحتاج مننا والله إليه وكفر وده الحل وده المخرج ما في مخرج غيره ناس إذا وحدت الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الله وحاربوا الشرك بالله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم في الدنيا وفي الآخر وإذا تركوا التوحيد غضب الله عليهم والليلة ضد التوحيد شغال في البلد شيرك شغال من أوسع بوابه يا أخي زولي صلي يا أخي في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعاهد الله سبحانه وتعالى ما بنعبد الله إنت وما بنستعين بغيرك بغيرك امرك بر يا عتر يا فلان الحقن يا فلان فزعن وأسيقال لي في الصلاة وإياك نستعين تجي القربة بذليل جاء إلى الله سبحانه وتعالى عربية دارة قلب واللي بيت مطر نزلت دار انزل العرش فيه بذليل جاء إلى الله سبحانه وتعالى تلقيل جاء إلى المخلوق قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فالواجب على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يوحده في هذه العبادة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ويارد الأمور لمن تضيق الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفرج الكرب والذي يرفع البلاء والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى والله كثير من يقول لو الناس شكرت الله في وسط البلاء لفتح الله علينا وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد لو الناس دعت الله من القام بالليل قال يا الله أهل السودان دلتعبوا فرج عنه من القام من اللي انكسر لأ الله سبحانه وتعالى وطاب كان في معاصي وطاب رجع قال يا الله أنا توبت فرج عننا منو البلاء بالنهار والمعاصي بالليل حفلات شغالة كر هايين والشقلاب والفتحاب والإيه بالليل شغالين إذا معاصي بالنهار بالليل سجائر صعود أغاني تبرج سفور اختلاط وغير من المعاصي تخش السوق ده ده ظهر له مجلدات وكتب تحايل على الربا تحايل على بيع ما لا يملك وكذا 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 بنوك شغالة تخش البيوت ترى العجب العجاب مسسلات أفلام غير من الأشياء تجي الزواج نعمة تقلبوها نقمة ومعاصي حفلات جوطة ورقص تجي الوفاء ده ابتلاء بذل الصبر والدعى للميت والترحم عليه وكذا وكذا نقول لوا بدع في الرخاء وفي الشدة في السراء وفي الحزن يعصون الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله لشان كايماع الناس تركز على الأمر ده وده أساس الدين وموضوع التوحيد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بلد تعج بالخرافات يا أخناس الواحد تروح منه شيء مش لفلان شوف ليه الرايحة وين كجر ليه الرايحة والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون طفل الدو يعلق فيه كمون ولك ده بحفظ من العين والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وعلق حجبات والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله والآيات تتلى والحاديث والمواعظ والدروس وصدق الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ودي قضية من بدري الكفار عارفين لما انتج القرب ما فرج إلا الله سبحانه وتعالى ونحن دارين نفرج الكرب بغير الوسائل الشرعية كفار من زمن فرعون فرعون ذاته قال أنا ربكم الأعلى لما جاءت الكرب ضفادع الدم أغير من الأشياء قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم كفار عارفين لما انتج المصيبة إلا الله بس البفرية كفار قريش فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون العبد يلجأ إلى الله ويوحد الله ويحارب الشرك بالله سبحانه وتعالى وينصر دعوة الله جل وعلا وبهذا تكون النجاة في الآخرة ويكون العلو في الدنيا العلو النافع هدهد من دعا للتوحيد وغار من الذين وقعوا في الشرك بالله الله جابه في القرآن هدهد طيرة قالت وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كلب مشى مع موحدين الله جاب فيه سرط الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وهكذا رجل ممن ابتلي بأصناف البلاء قيل كان أبرص وقيل كان فقيرا وقيل 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 دعا إلى التوحيد فرفع الله ذكره وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني شنو هنحاولوا يهينو في الدنيا والله أكرم وجعلني من المكرمين الزهولة جماعة يكون حريص أولادك في البيت ربيهم على العقيدة والتوحيد الوالدة كبيرة في السن الحق قبل ما تفارق الدنيا ده أعظم بر تقدم لها تودية المستشفيات تودية تضعيمة تسقية يبلاد ربات والحقن والدكاترة وغيره وتحسن لها سكين أحسن سكنة ده بر لكن أعظم من ده توري التوحيد قبل ما تفارق الدنيا توري العقيدة الصحيح عشان تلاقي الله بإله إلي الله عشان الله يجمع أكباه في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وهكذا الزوجة وهكذا وهكذا الناس تنشر دعوة التوحيد وتناصر التوحيد تناصروا يا خلاب ارفعك والله بتجاوز عنك جزول يتكلم في التوحيد جزول منعوا قل لي يا زول ده أن نسمع يا زول ده بيت الله تحارب الله في بيته زول ده ري شكر الله في بيته إنت تمنعوا تقول لي لا الله ما تشكروا هنا قال نادو الله ما تنادو غير الله تعادل ما يكون موقفك سلبي طوالت ناصر الدين الله ينصرك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ناس كتاري يقول لك نحن ما دارين شي يقول لك ما الله ما الناس ما عشين فوفوف رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم المسلم أخو المسلم لما مشى في الحديث قال لا يكذبه ولا يخذله مسلم ده ما بيخذل المسلم الموقع والموضع الفيه نصر ما بيخذل فيه والعداء على أهل التوحيد بدري بدري والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم كفار ديل والملك الكان كافر بدعوا الناس لتعظيموا مشكلت مع المسلمين ديل شنو الرماهم في النار في الأخاديد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد عزيز منتصف بالعزة حميد منتصف بالمحامد منزه عن القبائح والنقايص سبحانه وتعالى وذلك تناصر دعوة التوحيد وأهل التوحيد وتصبر وما يعني تناصر إلا تبقى في جماعة ما تبقى في أي جماعة لا تبقى أنصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى حزب أمة لا تبقى أخ مسلم لا تبقى جماعة تبليغ أبقى مسلم مستقيم وذي كلمانا أختم بيه في القبر بسالوك أربعة سيلة أربعة والأربعة في حديث البراء رضي الله عنه في مسنة إمام أحمد وفي سنن الترمذي السؤال أول من ربك الجواب ربي الله دا أعظم سؤال ما ركت سؤال التاني ما دينك والجواب ديني الإسلام السؤال التالت من هذا الرجل الذي بعث فيكم ومن نبيك هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع ما علمك كلام دا جبت من وين الجواب قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت لوزول فلاح مزارع مزارع في الخلق تاجر بصل في الملجة سواق بتاع عربية شغال عامل في مصنع عالتالي في السوق لو أمي ما بعرف اكتب ولا اقرأ لو أطرش وأبكم موحد وفي الدنيا دي كان على الاستقامة الله بوفق يجاوب ولو زول أبلغ خلق الله وعنده دكتورة في اللغة العربية وبروفيسير في الدراسات الإسلامية ويشرح الدين من أوله إلى آخره وهو يخالفه وخاصة في العقيد والتوحيد لا يستطيع الجواب ولو كان أبلغ الناس وأفصح الناس في الدنيا الدليل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين ونشكر لأهل هذا المسجد حسن استماعهم ولجنة هذا المسجد إتاحة هذه الفرصة لبيان الحق وهذه مهمة المساجد وهي مسؤولية الكل أسأل الله يوفقنا وإياكم للخير هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا